المتاحف القبطي يعني مع المسئولين وصورنا ما يدور داخل المتحف القبطي لكن جميل أن المتاحف يكون لها دور طوعوي أو دور اجتماعي أو دور لنشر الثقافة في المجتمع بشكل أو بآخر وبهتم جدا بفكرة الطفل نفسه يعني إحنا كثير دلوقتي حتى المدارس بتاعت الولاد لما بتيجي تطلع رحلات كان الأول بيودونا مش عارف الألعة ويودونا الحاجات اللي هي ايه نتعلم منها ثقاف لكن دلوقتي بقت كلها ايه روح الملهة الفلانية مش عارفة عشان عيالة مبزت وهم ياخدوا فلوس لكن جميل أن يبقى المتحف ليه دور كمان أنه هو يوعي أطفالنا يحسسهم أنه هما عندهم طراث وعندهم طريق يربطهم بالجزور فالعيال تطلع عندها ما يسمى بالهوية عندها هوية مش حاسة أن البلد دي ايه البلد دي أنا مش فارق معي وزيها زي غيرها لكن لما بيرتبط بالجزور وبالأصول لا بيبقى زيها مش زي غيرها ننكلم النهاردة عن دور المتحف القطي في ناشر الثقافة والتوعية لكن سمحولي أرحب بضفتي اللي بتشرفني لو ساذة مارلين فرج أمينة بالمتحف القطي أهلا بيك أهلا بيك يا صاحب مرسي ربنا خليك نورك بص بقى التراث لو عايزين نعرفها ممكن نعرفها إزاي بشكل بسيط وسهل كلمة تراث معناها كل ما له قيمة من عادات من أدوات من أداب من تاريخ كل حاجة لها إيمة بتقدر تفيد المجتمع أو الإنسان بصفة عامة تراث قطي بقى لو جينا أستمناها بقى وخدنا الحتة بتاعتنا احنا بقى تراث قطي تراث قطي أنا عندي مرحلتين في التراث القطي ودي من الحاجات المهمة قوي أن أنا أعرف أنت بدأ تراث قطي يعني إحنا عندنا اللغة القطية موجودة في مصر من قبل المسيحية إحنا عندنا اللغة القطية تقريبا من الكارن الرأي الثالث قبل الميلاد انتشرت مع بداية انتشار اللغة اليونانية بدأوا المصريين يعملوا اندماج ما بين اللغة المصرية القديمة واللغة اليونانية فعملوا شكل جديد اسمه اللغة القطية أو الكتابة القطية وهي خط من خطوط اللغة المصرية القديمة ما بنقول قطية يعني مصرية يعني اللغة المصرية كلمة قطية طبعا معناها مصرية يعني كلنا عارفين مش معناها مسيحي خالص إحنا دي مختلفة عندي لأن اللغة الإبطية موجودة من قبل المسيحية لما جات المسيحية دخلت مصر وانتشرت لأت كان فيه أصلاً لغة موجودة فبدأوا يكتبوا بيها كل الكتب المقدسة الموجودة في الكنيسة لغاية دلوقتي دي مرحلة من مراحل اللي هي كانت جسر ما بين الوسانية والتاريخ مصر فيما بعد الإسلام المرحلة الأولى ودي موجودة عندنا منها في مدحف كتير جداً في أثار منها كتير جداً بنحاول نربط الناس بيها ونواعي الناس أنه قد إيه هو عنده تاريخ مصري مش بس مسيحي مصري بصفة عامة جاي من أديورة أو جاي من بيوت ناس كانت عيشة في الحياة العامة المرحلة الثانية عندنا هي مرحلة فيما بعد الإسلام من بداية من الكرن السابع الميلادي انتشار برضو اللغة العربية عمل لغة جديدة عندنا في مصر اللي هي اللغة العامية مش اللغة العربية اللغة اللي احنا بنتكلمها في حياتنا اليومية دي اسمها اللغة العامية ودي خليط ما بين اللغة المصرية الأديماً هي الإبطية مع اللغة العربية بس دي مش لغة دي لهجة اللهجة العامية يعني هي اللهجة بس احنا دلوقتي بقينا بالنسبة لنا اللغة العامية بتاعتنا يعني اللغة العربية مفهاش فيها الزال والسه احنا بنقولها تأتيه ودال يعني ذي اللي مثلا احنا بنقولها ديل طبعاً يعني قطلة بحثاً ان احنا بنقول كلام كتير هو كلام إبطي مالوش دعو باللغة العربية خالص ده اتواجد في أشكال تانية مختلفة في القصار اللي هي زي ايه زي مثلاً عندنا وجهة المتحف بتاعتنا مثلاً وجهة المتحف دي لو بصنا عليها نلاقي شبيه ليها موجودة في القصار اليونانية اللي هي فيما قبل المسيحية وموجودة فيما بعد المسيحية وجهة جامع الأقمر هي هي نفس الوجهة يعني لو معنا الصورة يريد تنشوفها طبعاً الصورة بتاعتنا لو حطيت الوجهة المتحف وجهة الجامع تحسن اتنين شبها بعض صحيح بالضبط الفرق الوحيد فيها هنا الرموز المسيحية كبيرنا احنا عندنا كنايس من داخل الكنيسة جوه زي المسجد يعني مضاهة لها برضو كده وده يقول إن احنا مختلفين يعني احنا شعب قدقين بالضبط كده هي دي الصورة اللي على الشبال دي وجهة الجامع اللي على يمين دي وجهة المتحف اللي اتنين لو تشوفهم زي بعض بالضبط الفنان حاب يدمج ويعمل وحدة وطنية أو وحدة في الفن ملوش علاقة بالدين فعمل حاجة دين اسلامي رمز المسجد بالإضافة اللي حطها في الجامع بس بشكل مختلف ده كان موجود برضو في الأثار اليونانية قدق في تواصل وترابط ما بين الناس على مختلف مراحل لما الإسلام دخل مصر لما جيه يبني المسجد خاد شكله من كنيسة هي نفس تصميم كنيسة البازيكية بالضبط حتى حضن الآب موجودة بالضبط الحينية والإنبل أو المنبر معنا صورة برضو للإنبل هنجاب لك بقية السور لكن حد ما تجهز السور أنا عايز برضا أقول أنتو بتعملوا إيه بي عشان توصلوا الثقافة اللي أنت بتتكلم عليها والتاريخ والتراث والحاجات الحلوة دي خاصة للأجيال الجديدة والأطفال ده المهم وده اللي احنا بنشتغل عليه في المتحف دلوقتي إن احنا إزاي نقدر نوصل الطفل إنه يرتبط بحضارته وبتاريخه إحنا عندنا أنشطة كتير جدا وعندنا يعني قصص الناس لما بتدخل بتستغرب إن الحاجات دي كانت موجودة زمان إزاي دي أنا بشوفها دلوقتي وبخليه هو بنفسه يقارن الحاجات دي بالحاجات الجديدة اللي موجودة دلوقتي في حياتنا زي مثلا السطارة هنا في عندنا السطارة بتاعت الزموار دي من الماستر بيسز الموجودة في المتحف دي من الكارن الرابع الميلادي لو نجيب الصورة بتاعتها طيب هتجهز الصور معنا دلوقتي اللي أنت بتكلمي عنه للسطارة السطارة دي هي شكل من أشكال الحياة اليومية اللي كانت موجودة زمان الإحتفالات اللي كانوا بي إحنا دلوقتي بنشوف مثلا في الاحتفالات في الصعيد أو في الكرة اللي هي عراقة قديمة فيه فارس وفيه ناس بترقص وفيه شكل من الاحتفالات بس يا أستاذ مارلين احكينا بقى الصور دي ايه ببرا ده مرقص ميكا ده مؤسسة متحف الابتي وده من أول الناس اللي اهتمت بجامعة تراص الابتي وتكوين متحف يضم كل التراص اللي بيرجع للفترة الابتية بمختلف مراحلها مرقص ميكا من الناس اللي كانت ليها الفضل الكبير في أنه يبقى ليه متحف للتراص الابتي زمان كان جزء في المتحف المصري خاص بالفن الابتي لكن ما كانش فيه متحف كان فيه متحف إسلامي متحف أنه إسلامي وكان فيه متحف المصري لكن فيه ما بعد مرقص ميكا أقنع البابا كرولوس أنه هو يبني متحف خاص ده الحادثة كنتم تتكلم عليه فكرة الامبل اللي هو المنبر دلوقتي في الجامعة هو هو نفس الاستخدام اللي على اليمين طبعا اللي موجود في الجامعة لكن اللي على الشمال ده اللي عندنا في المتحف وده بالمناسبة أقدم امبل موجود لغاية دلوقتي إحنا ما اكتشفناش أقدم حاجة يمكن احنا دلوقتي ما بقاش موجود في كناسنا دلوقتي بس الكنيس القديمة موجود فيها موجودة ويمكن انا حضرت اكتر من مرة قدسات مع قدسة البابا لما بيلاقي امبل كده الكنيس اللي هي فيها امبل القديمة اه بيقول الوعظة من فوق الامبل هو دلوقتي كورسي الباتريارك بقى هو البديل لي لكن الامبل ليه شكل خاص يعني ده من الحجر اللي موجود في الكنيس فيما بعد بدأ تنتشر الرخام وبدأ ينتشر الخشب يعني تمام دقي بقى دي الستارة اللي كنت بتكلم عليها شكلها مختلف شوية ايه سطارة يعني؟ هو عامل فوقس سطارة يعني سطارة سطارة عادي في البيت ممكن يكون ده كان يعني ممكن تكون كانت استخدام في الزواج مثلا كان شكل في الزواج فكانوا بيحبوا يعملوا دواتي عشان يزينوا بي بيوتهم تمام فده عامل فوقس على الشخصية الاساسية في الاحتفال اللي هي الزمار زائد جنبه فيه سكيل كبير كده عليه راقصين ورقصات ستات ورجالة اللي يهمني في كل الموضوع انه ازاي هو رسم الفنان ده او الزمار دوت بلبس احنا لغاية دلوقتي بنشوفه في النوبة يعني لو احنا ركزنا شوية شخصية بكر لكل اطفال بتحبها واحنا يعني عشنا معاها سنين كتير تقريبا كان بيلبس نفس اللبس ده الطاقية بتاعت الانزمار ده هي نفس الطاقية اللي بنشوفها في النوبة اللي الالوان بتاعتها كبيرة وحلوة كده يعني دي قطع تانية مثلا من المتحف فيها حاجة غريبة جدا قطع دي دول ثلاث قطع من الناسيج والناسيج القباطي ده كان حاجة مهمة جدا زمان دول بيمثلوا لعبة صلح اللي احنا بنلعبها لغاية دلوقتي لما بقول للناس ان دي كانت موجودة من الكرن الرابع الميلادي ما بيصدقوش يعني لها بتصلح اللي الناس بتلعبها لحد دلوقتي دي ما موجودة من الكرن الرابع الميلادي احنا لسه بنستخدمها لغاية دلوقتي وبنلعبها دي حاجة حلوة جدا يعني ده مثلا دي قطعة من الخشب نحت على الخشب ودي عارف حداك الموالد فيه في المولد كده أقربات وفيه الزمار موجود وفيه اللي هما بيمسكوا صاجات دول لغاية دلوقتي مموجودين في الموالد سواء كانت مسيحية أو إسلامية ده منتشف دي اسمها عادات مصرية قديمة ده من الكرن الرابع الميلادي فهي دي حاجة خاصة بنا احنا بس يعني مش الحاجات دي في الكلور ده بتاعنا احنا يعني بالزبط ده بقى اللي احنا بنسميه الهوية المصرية ايه إنه إزاي خلي الطفل بص الحاجات دي انت ممكن تروح المولد وتشوفها وهي أو اللي موجودة في السرك هي بنفس الشكل بالزبط ده اللي دلوقتي بقى تطور لكن الحاجات دي كانت موجودة زماني صحيح ممكن نقف عندي دي بس شوية نقف دي اسمها كلجة كلجة اه كلجة يعني ايه اه كلجة دي هي اسمها كده يعني هي المسمى الاسر اليها كلجة تمام التتخير حديك ممكن تستخدم في ايه دي ده انا شاف حوضه بتاعه اه ممكن تكون ايه طيب نغسل فيها والشي ده مثل الله علي اه فين الميا ايه اه فين الميا هجيب ميا من ايه فيش حنفية مش عارض طيب انا اقول لحضرتك الكلجة دي بديل الكل دير دلوقتي اه الله طيب يعني ما بعدناش فيه ميا يعني في موضوع هيا فيها ميا تمام الدايرتين الكبار اللي من فوق دول اه كان بتحط عليهم الزير اه والزير زمان كان بيبقى ضخم كده يبتحط عليها والصغيرين اللي جنبيهم دول فيهم كبايات برضو من الفخار يا سلام الفخار من عدد دلوقتي احنا بنعلق كباية بلاستيك في لها ايه ده الوقتي عشان برضو ما تبتخدش اه لا زمان دي كانت دي برضو كانت نفس فكرة كل دير اللي بقى موجود في الشارع اه دي كانت موجودة في دير قنبا قرمية في سقارة اه معمولة من الحجر وكانت بتتحطه قدام الدير وبيبقى برضو مكتوب عليها كانت مكتوب عليها كتابات قبطية اللي هي ده مثلا من فلان الفلان يذكر يا رب عبدك كذا كذا ده الزير هو ده تطور شكله يعني ده شكلها وهي محطوط عليها الفخار تمام والفخار بينشع ميا بينزل ميا فعشان ميا دي كمان ما تهضرش بيجمعوها من الحتة اللي قدام دي وتنزل تسقي حيوانات تسقي زرع ناس دي كانت بتفكر اه طبعا احنا بقى بنعلم الولاد انه ازاي لما افتح حنفيتم ميا اتأكد ان انا قفلتها كويس لانه انا مينفعش برضو يعني اهدر الميا دي انا بس عايز اأكد على حاجة بس انه بصي اجدادنا دي كان بيخافوا على الميا طبعا طبعا كان بالنسبة لهم رغم ان عدد السكان كان قليل جدا وكان عندنا برضو النيل زي ما هو دلوقتي لكن احنا ما بنعرفش نعمل ده دلوقتي احنا عمين بنعمل اعلانات وكده من فضلك وانت بتغسل وشك وبقى يعني في المياه هو الفكرة كلها ان احنا لازم يكون نعرف انه ده مهم هنعرف ازاي لما نشوف قد ايه كان مهم زمان عشان نقدر نحافظ عليه ونطور حاجة تانية اه دي مثلا من الحاجات اللي بنربع بيها الناس او الزائرين للمتحف الصورة دي هي جدارية من دير قنبا ارمية في سقارة ومحتفظة بألوانها لسه الغد الوقتي الجدارية بتصور زبح ابراهيم لابنه يه قد ايه الفنان صمم انه يعمل حركة في رجل ابراهيم هو كان واقف متجه لابنه وماسك السكينة وكان خلاص يتباحه لكن مجرد انه سمع الصوت حول رجله اللي من برا للناحية التانية فبدأ يعمل زي يعني لا فيه حاجة دلوقتي فيه حدث حصل فلف الناحية التانية وربنا حتى يعني يوقفين فيه اراء كتير تقال انه الصورة اللي وراه في الاخر خالص فيه شبه انسان كده واقف ده تكسيد للصوت اللي سمعه ابراهيم ممكن يكون صوت السادة المسيح ممكن يكون صوت ملاك فهو تكسيد للصوت ده محاوة من اشهر القطع والمستر بيست اللي عندنا في المتحف وبرضه نعلم الطفل او الزائر بصفة عامة انه قد ايه الفنان كان حريص انه يوضح انه هما كانوا عريانين بس ما كانوش مكسوفين ما كانوش حسين وعنيهم نظرة عنيهم كان فيها براءة لكن مجرد ما اكلوا من الشجرة عملوا حاجة غلط بغير اللي ربين قال عليها بدأوا يحسوا انه هما عريانين ده اللي احنا بنعمله لما بنحيس ان اللي قدامنا بدأ يكشفنا فعلا ويشوفنا بنستخب صحيح ده اللي احنا بنعمل الوقت نقم بس عند الصورة دي شوية دي ايكونة كلمة ايكونة معناها صورة تمام كلمة يونانية معناها صورة وصورة تعليمية مش صورة تعبودية يعني احنا في كنيسة نحط ايكونة مش بنبقى غرض تعبودي مش بنعبد الصورة لكن بنتعلم منها زمان بعد انتشار اللغة العربية كتير من الشعب ما كانش عنده القدرة انه يتعلم ونسي اللغة الاطبطية لانه ما كانوش بيكلموا بيها فبدأوا ينسوا تعليمهم او تعليم الكنيسة فالكنيسة عملت بديل للغة الاطبطية اللي هو الايكونية الايكونية تمام الصورة اللي قدامنا دي صورة الماريمينة هلاك شفت ماريمينة كده قبل كده لا غريبة شوية فين الجمالين فين الجمالين على حصان غريبة صح اي ماريمينة متعودين نشوفه فارس اه او البلمس الجندية بس مع جمالين هنا جاي بصورة مختلفة عشان الصورة دي بتحكي قصة شبه ماري جرجس بالزبط كده الصورة دي بتحكي قصة معجزة حصلت في القرنة الـ 18 انه الفنان عايز يقول للناس اتعلموا من اللي بيحصل الصورة فيها من تحت اتنين شخصين وقفين وقدامهم زي باب كنيسة الكصة بتقول انه الشخصين دول واحد يهودي كان تاجر ساكن جنب واحد مسيحي فالتاجر ده كان عطول يسافر كتير فكان يسيب فلوس مع الراجل المسيحي وكل ما يرجع ياخدها منه فهو مرة ساب معه فلوس ورجع عشان ياخدها قال له انت ما سبتش معي حاجة فالراجل كذب فقال له ازاي لا انا ساب معك فلوس قال له انت ما سبتش معي حاجة المسيحي الى كذب اه فقال له طب تحلف في كنيسة ماريمينة او في بيت ماريمينة يعني ان انت ما خدش مني حاجة فقال له اه اروح واحلف انا ما خدش منك حاجة فبدأ الراجل اليهودي يستغرب انتو ازاي بتقوله حلفان حرام وانت بتحلف وبتكذب وانت واخد مني الفلوس يعني فراحوا فعلا لكنيسة ماريمينة وبدأ الراجل المسيحي يحلف أنه هو ما أخدش حاجة واليهودي مستغرب المسيحي زمان ما كانش بيعرف يكتبه فكانوا بياخدوا ختم عليه الاسم بتاعهم فهم خارجين من الكريسة هبت ريح فالخاتم بتاع الراجل المسيحي ده وقع روح قاعد يدور عليه طبعا ما لقاش حاجة يعني فروح البيت مراته بتقوله فيه فارس جالك وصفت له الشكل اللي في الصورة فارس على حصان ودقنه أبيض وشعر أبيض وكده وجاب الخاتم ده وبيقول لي هاتي فلوس الراجل اللي عندكه بأمرت أنه ده خاتم جوزك والراجل اليهودي روح بيته لأمراته بتقوله فيه واحد فارس جالك بنفس الصورة يعني وصفته أنه هو ماريمينة أنه هو جاب لك الفلوس ده بيقولك أنه بأمرت أنه أنت كنت في كنيسة ماريمينة فالراجل يعرف أنه قد إيه لا فيه معجزات فيه حاجات بتحصل يعني بس نتعلم من الصورة إيه أو نتعلم من ده إيه قصة حكت يعني صورة حكت قصة ممكن نكون إتنا مش عارفينها صحيح حكت قصة كمان عن الأمانة الأمانة وكل حاجة دي دخولها إلى مقدسة مصر حاجة مهمة جدا برضو دي من الحدث اللي دايما لازم نوصل للناس قد إيه مصر ربنا يعني حباها وخصصها بحيطة أنه يجيها ويجي أرضها فلازم لازم نشرح الصورة دي أساسي بنعمل احتفال طبعا كل سنة في المتحف في واحد ستة علشان نقدر نوصل للناس قد إيه ده حدث يعني عظيم وعالمي دلوقتي هيبقى فيه إن شاء الله شغالين في موضوع أن يبقى عندنا معرض دائم لدخول العائلة من قدسة مصر ده الأنبابولا والأمبابولا؟ ده أمبابولا والأمبابولا برضو من الحاجات ودي في لحظة أمبابولا راح للأمبابولا لأن الغراب موجود والأسادين موجودين دول ما كانوش دائمين مع الأمبابولا لكن دي عايز يوصل برضو للي بيشوفها إنه دي لحظة معينة فرقة في حياة أمبابولا صحيح كل دي آيكونات طبعا أنا خايف في الوقت يسرقنا من غير ما أقولك لو أنا عندي طفل أو إحنا أولادنا عايزين يتعلموا عايزين يشوفوا حاجات مختلفة في المتحف الإبطي هل بيبقى فيه دورات معينة؟ بيبقى فيه اكتيفتي احنا عندنا اكتيفتي طبعا طول سنة تقريبا عندنا رحلات المدارس دي أول حاجة أو الجوالات المتحفية دي من الأول حاجات اللي إحنا بنستخدمها مع الناس ده حدك عارف ده كتاب المزامير ده كتاب المزامير ده من الحاجات الماستروبيسز في المتحف ومن الحاجات القديمة جدا ده من الكارن الرابع الميلادي مكتوب اللغة الإبطية حطينه في مكان خاص جدا وإضاءة خاصة جدا ده يعني معموله حاجة سنسور كده إضاءة مش عليه طول اليوم لأنه قديم جدا وإحنا بنخاف عليه بصراحة أي طبعا برضو من الحاجات المميزة قوي فيه لأنه معمول بشكل كتاب ده أقدم حاجة اتواجدت لغاية دلوقتي على شكل كتاب إحنا كان عندنا برضي زمان أيام فرعنا وفيما بعد لكن الكتاب على شكل كتاب اللي هو بشكل الأجنتة اللي إحنا عارفين بالوقتي ده أقدم واحد موجود تمام الزمار أو المزمار عندنا برضو في المتحف وبنحاول نربط ده بقى بالحاجات اللي إحنا بنشوفها في حياتنا اليومية دي لعب الأطفال دي لعب أطفال دي لعب أطفال اللي من الخشب اللي فوق هنشوف صورة ليه هنا تاني وفيه أكسسوريس كمان دي برضو لعب فخار تاني من اللعب أطفال من الفخار دي برضو من الفخار دي القنينة ديت بتاعت ماريمينة والغاية دلوقتي بيعملوها تقريبا في دير ماريمينة وفي التحونة وبتدع للناس دي من الكرن الرابع الميلادي فدي مازالت مستمرين بيعملوها بيحطوا فيها حنوط بتدع للناس دي بقى المحادرات اللي إحنا بحاولنا نتواصل مع الناس بيها محادرات في المتحف بنعمل كل معرض تقريبا بنعمل فيه محادرات نقدر نتواصل إزاي مع الزوار دي الجوالات دي جوالات بقى اللي فيها الأطفال بقى الزبط أطفال أو كبار أو طلبة مدارس بتبقى إمتى الحاجات دي إحنا تقريبا بيجينا كل أسبوع رحلة مدرسية دي أقل حاجة يعني بمعاد مسبق إننتو عشان تستعدوا كده ده لو متاح إن إحنا على تواصل مع الناس بيعملوا كده لو مش متاح أول ما بيجوا بتشتغل أولا بنشتغل بننزل نعمل لهم جوالات جوال المتحف بنشرح بس ممكن ما يكونش فيه اكتيفتيز لإحنا مش عارفين لكن لو فيه اتصال مسبق ما بيننا وما بين المدرسة بنعمل أكتيفتيز للأولاد بصفة مستمرة يعني حلو قوي وبتلاقي الولاد بيمبستوا يعني دي من الرسومات التي طلبت الفنون عندنا دول برضو لازم نشرح لهم متحف الأول عشان نقدر يفهموا اللي هما بيرسموا دي الولاد هما اللي بيرسموا ده ده شغل الأولاد طول الصيف حلو قوي إزاي يصمم هو أيقونة درس مع الإزاز يعني هو الولد بيجي يعد طول اليوم ولا هو ده بيبقى دورة تدريبية على بعضهم لا يعني احنا أقل حاجة بنعملها بيبقى مثلا من ثلاث يام لأسبوع ده النشاطات اللي احنا بنعملها بيجي بشكل يومي اه بشكل يومي من تسعة مثلا غاية ساعة تنين حلو قوي كاده يوم مدرسة عادي يعني بس بيتعلم فيه حاجة كتير ده شغل الأولاد وهم بيرسموا درس مع الإزاز ومش بس الأطفال ده يعني حتى السيدات الكبار بنعمل لهم ورش مخصوص تعليم رسم تعليم خزف تعليم فخار الحاجات دي كله احنا بنعمل ده كانت ورشة حلية يكون نعملينها للسيدات في الصيف اللي فاد ده على طول ومستمرين يعني احنا بنتبعهم بحيث انه الصيف الجاي مثلا هنجيب نفس الورشة وبنعملها ويبدأوا يشتغلوا ده كانت رحلة يعني كان مدرسة جابت لنا لطلاب المتفوقين لمدة اسبوع كانوا بياخدوا دورة تدريبية في المتحف عن العمل المتحفي او الاسري بيعمل ايه اخدوا ورشة زراعة واخدوا ورشة فخار واخدوا ورشة دخلوا كل حاجة عملوا كل اللي احنا بنعملوا في المتحف ده رسم للأولاد الصورة اللي احنا اللي وراء دي اللي مسكها الميز دي او الامينة ديت هي عايزة توري الناس التواصل ما بين الحضارات اللعبة القديمة اللي مازالت بتستخدم لغاية دلوقتي الأطفال احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي يا انا فاكر اللعبة دي فعلا الحصان اللي كنت الحصان داللي كان تاعة كده تدوس عليها تحرك بقى لسه موجود لغاية دي بقتي في المولاد بس بشكل مختلف اه طبعا بشكل احدث احنا ممكن نشوف لو بس انا عايز تركز على الحتة بتاعة الأطفال انا بيهمين جدا الموضوع ان انا التفاصيل من الكبار دول يعني ممكن لا مهمين برضو بس اليوم حاجاتهم يعني ههم هم مهمين بس احنا وقت بيبقى خلاص دماغنا بقت أهو قبلة للتجديد لكن الطفل كويس ان احنا بنشكل ولادنا ان هم عارفنا احنا لما بنوديهم اللي هما الملاهي والحاجات دي كلها دي كلها ثقافات غربية مش بدايتنا أصلا يعني فالوالب بيطلع يعني بنسبة لهم مصر دي يعني عايز يخلص منها أو مش فارق معاه لكن جميل إن إحنا نوديه المتحف هل الدورات اللي هي بتبقى 3 يام وإسبوع دي بتبقى في الصيف صح؟ تبتدوها من إمتى مثلا؟ بنعمل بص إحنا لنا صفحة على الفيسبوك اسمها كوبتك ميوزيم المتحف القبتي تمام دي بنعلن عنها فيها كل الحاجات وكل الأنشطة اللي إحنا بنشتغلها يعني مثلا هنعمل المعرض مثلا أو ورشة فنية للأطفال بنعلن قبلها مثلا بسبوعين يعني مينموم أسبوعين ممكن يكون أكتر من كده كمان هل ممكن يبقى فيه فكرة أو يعني تفكروا فيها نحن نعمل الدورات التدريبية دي في أماكن بعيدة كمان عن المقر المتحف آه طبعا إحنا عملنا كده فعل تعمله كده؟ آه إحنا معرض الكتاب إحنا فاتت رحنا وكان لنا يوم مخصوص المتحف القبتي عملنا فيه أكتفز الولد اللي كان بيرسم الحصان ده ده كان من معرض الكتاب وبنروح ملاجئ في يوم اليتيم ده يعني في الأغلب بنروح ملاجئ بنروح مدارس بس موضوعا إحنا نخرج بره المتحف بأدوات بيبقى صعب شوي فبالأسهل إنهم الولاد تجنوا كمان يغيروا جميعا بس طبعا عشان القاهرة يعني طبعا عيجي سكان القاهرة وسكان القاهرة دلوقتي بقت الأماكن بعيدة يعني مش كله هيقدر يجي المتحف اللي هو في مصر القديمة لأن الأماكن دلوقتي بقت بعيدة خالص يعني سأقول حضرتك إن الإسبوع اللي فاته اللي قبله جالنا مجموعة طلبة متفوقين من المحافظات النائية بس هيجي المدس يوم بس هيجي المدس يوم لكن مش هيدا رجي دورة رباية ثلاثة أو إسبوع لكن فكرة إنه هو يعني مثلا فيما النوم ناس كتبت من الأليوبية الأليوبية مش بعيدة خالص عن صحيح عن مصر القديمة يعني مترو بس فإحنا ربطنا لطفل إنه هو ييجي تاني قلنا له تعالى تاني وهات بقى أهلك يعني هات بقى عيلتك وربطهم بالمكان الله فهو بدأ يعني بدأنا دوت فعلا من خلال أنا خايف في الوقت يخلص من غير ما توريني إلي معك قدامنا وقت يعني على طول لا ما ناخد شوية صغيرين مش لازم بكل أنا بس عايز أوري الناس إنه دي الصورة الأسرية المهرج والأسد دي الصورة الأسرية ده اللي إحنا بنشوف دلوقتي في الصحيح في السيرك ده اللي بنشوفه في السيرك إذن اللي إحنا بنشوفه في السيرك ده ليه كمان أصل عندنا في الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا بالضبط ده كده فكر يعني ده نسيق ابتي من الكرن الرابع والخامس الميلادي يعني دي حاجة بقالها 1600 سنة تمام تمام دي قطعة في عندنا كمان دي القطعة دي دي القطعة الأسرية برضو نسيق ده بنشوفه دلوقتي ومازاله راعة الغنم ده قد إيه كان مهم جدا زمان طبعا وإحنا عندنا مصر قديمة أشهر راعة الغنم ناوت طبعا ناوت طبعا آه آه تمام تمام ده برضو منظر من السيرك السيرك الأسد ترويد الأسد ده اللي إحنا فاكرينه إنه ده يعني إعادات غربية أو إنه الحاجات دي ما كانتش موجودة في مصر لأ كان موجودة زماني طبعا ثقافة الرومانية ده بقى دي الحياة العامة تخيلين إنه زمان كانت الحياة كلها عبارة عن أديورة آه ما عندناش حياة عامة ما عندناش بقاية تقول إن كان في حياة عامة لا كان في حياة عامة بدليل الحاجات كلها نقول إن الأيكونات أصلا يعني آه بيسموها فن الشعب آه يعني هي بتنقل حياة الشعب اليومية مش ما كانش الغرض الأسمى منها اللي هي سورة القديس والحاجات اللي بتحطر في الأديور لكن كمان كان بتنقل الحاجات زي اللي حركوا واريت هنة إن القصة اللي حصلت ما بين اليهود آه ما عندناش علاقة خلص دي حياة عامة آه هي الفن الإبتي أساسا هو فن شعبي فن شعبي آه يعني هو مش مش فن يعني الفن اللي الناس العاديين كانوا عايشين بي أنا شفت عندك كتو مجاري كمان آه كان عندك مش دكتور عطف جبه لأسبوع الفات آه كانت موجودة ده مثلا القطعة دي آه ده فن يوناني روماني ده موجود في المتحف برضو القطعة دي بس قد إيه ده كان موجود في المصرح زمان يا ده اللي هو صورة من الصور اللي كانت موجودة في المصرح زماني ده اللي بيبقى موجود في الأوبرا مثلا في الزبط كده آه يا سلام ده حلوة هي دي هي نفس الفكرة آه طمام آه ندخل شوية على الأطفال بما أن احنا بنتكلم على أطفال الله دي مقلمة بقى وحركاته دي بقى المقلمة الأسرية معمولة إزاي دي جميلة وحاجة يعني روشة يعني جلده بوص الله بس كانوا برضو بيفننوا فيها يعني حتى الألم البسيط هو كان بالنسباله حاجة ممتعة أنه يقدر يرسم عليه يحفر عليه الجلد برضو نفس الموضوع دي الأشكال الحديثة لكن برضو إحنا كان عندنا الأقدم والأقدم دايما أحلى أنا بشرفة كده يعني البورد دلوقتي اللي إحنا بنستخدمها الوايت بورد تمام السبورة دي اللي موجودة السبورة بتاعتنا في المدرسة دي برضو كانت موجودة زمان بس على خشب يعني كل حاجات موجودة لكن دلوقتي طبعا فيه تطور زمان كانت الحاجة موجودة بشكلها الطبيعي خشب الطبيعي بس أنت أصودي تقولي أن إحنا من زمان متزوقين للفن من زمان بنفكر وكمان كان فيه الحياة برضو كان فيها روح ولعبة وتنطيط وتهريج وتسلية وكل حاجة كل حاجة كان فيه كل حاجة ده ما حصلش يعني اليومين دول بالزبط الحياة كلها ما كانتش جوه كنيسة ما كانتش جوه الدير لأ كان فيه حياة عامة بدليل اللي احنا بنشوفه ده صحيح جانب الحياة اللي جوه كنيسة وجوه الدير يعني طبعا ده فن الكاريكاتير اللي حضرتك قلت عليه أي ده قطعة منها زي القط والفرين طومونجري طمام ده كان موجود من قبل من قبل للفن الإبت كمان ده ما كان موجود في مصر قديمة يعني فيه عندنا قطع كتير في مدحف المصري طومونجري اتفقنا أن الفن الإبت ده يعني هو شامل هو تواصل للفن للمصر القديم صحيح فيه عندنا بقى اللي احنا بنشوفه جوه كنيسة الدف آه ده كان موجود ومستخدم قبل كمان الدف اللي موجود في الكنيسة كان موجود في التقوص المصرية الأزيمة آيوا كنت لسه أقولك ده في الهتفالات احنا الدف ده من قيم الفرعنة بالزبط كده تمام ده برضو اللي احنا شفناه في القطعة بتاعت الخشب اللي على الشاشة آه القطعة الخشب اللي ما نحط عليها الأقربات وكان فيها واحد بيازف دف ده كان في مولد بس على حد برضو معرفة البسيطة يعني ان احنا الثقافة الابطية هي يعني مقطوعة كده او مش مقطوعة يعني متاخدة من الثقافة الفرعونية كمان بتاعتنا طبعا مصرية أزيمة هو إنسان مؤحد احنا حتى عندنا ألحان زي لحن غلغسة اللي احنا نقوله في الجمعة العظيمة ده استمرار بالزبط ده كان نحن دفنا أيام المصرين ده استمرار للحياة الفن شمل كل أنواع الحياة موسيقى رسم لغة اوكي اوكي ده النقوس أو الأجراص دي برضو يستطيعون دلوقتي بره دي كانت موجودة زمان دلوقتي على فكرة فيه يعني فيه فن طلع جديد الأجراص دي بيرسوها جميع بعضيها هم دول مسكنة كلهم لا دلوقتي حد بيعمل كده ويعملها جميل خلص أنا مش عابة أشكرك جدا بجد معلومات حلوة وسور جميلة ربطاننا ونتمنى أن احنا يعني لو تقولي لي كلمة أخيرة وتأكدي لي فيها على حتة أن احنا لازم 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 نربط ولادنا بثقافتنا وبحضارتنا وبهويتنا والمتحف القبط بيشارك بدا وإحنا على قد ما نقدر يعني اللي مننا بتفرج لازم من الصعيد ومش هيقدر يجي بس يبقى عنده اهتمام أن يود ولاده أماكن تربطه بالثقافة المصرية تقريبا دلوقتي وزارة الأثار ما سابتش مكان في مصر ما عمتلوش مدحف يعني إحنا حتى من المدحف الإبتي دلوقتي بيشتغلوا على مدحف سواج فبياخدوا قطع من الأثار الإبتية حطوها في مدحف سواج لأن كل أماكن في مصر مليانة فأنا بقول لكل الناس في كل الدنيا ياريت يعني حتى لو مش هتقدر تيجي أو مش هتقدر تزور أقرب مدحف ليك تابع الفيسبوك تابع الميديا الحديثة يعني إحنا بنحاول نتواصل للناس وبنعمل كل شهر قطعة مختلفة علشان نقدر نجذب الناس لنا وتقدر تيجي وتعرف ترخة وتعرف حضرتها يعني أنا نفسي بس أنه أي طفل داخل أو أي شاب داخل مدحف يبقى عارف كويس جدا أن الحاجة دي جزء منه أجدادي كانت عايشة كده صحيح فأنا كمان لازم عيش بنفس طريقته ومن ليس له ماضي ليس له مستقبل ليس له حاضر ولا مستقبل أنا بشكرت جدا أستاذة مارلين فرج أمينة بالمتحف الإبت ألف شكرا على كل المعلومات القيمة دي يا رب أكون قفتتكم لك جدا بشكري مشاهدينا لسه معيكم وهنخرج لفاصل ونرجع نتكلم بقى عن التغذية وعن الأكلات المجمدة مضر ولا مش مضر عن التغذية الصحيحة والصحية بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة